فنان الكبير جميل راتب اللي عاد الى القاهرة ربنا يشفيه وكان يعني صوته يعني بيخرج بصعوبة والأطباء في فرنسا قالوله من الصعب ان يستعيد صوته من جديد لكن بعض الأطباء بيقولوله لا يجب ان نفقد الامل ربنا يشفي الأستاذ جميل راتب الفنان الكبير اللي امتعنا دائما وابهجنا واحد من الذين يحترمونا فنهم كثيرا الصورة اللي انتو هتشوفوها دي هي عنوان منقشتنا بعد الفاصل ومش قضية تافهة ايضا يعني صورة العروسة المنتقبة اللي اثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي هنا لما يبقى طبعا صاحبة بيت من بيوت التجميل منتقبة فبدأ البعض يوجه اليها انتقادات يعني اللي هو يعني انت ترتدينا نقابا وبالتالي يعني لماذا تهتم ايه اللي يخليك تهتم بالشكل والجمال وفكرة فستان العروس وفكرة الفساتين والتصميم شايفين انه يعني المنتقبة اللي بتتخفى خلف السطار يعني لا يجب ان تهتم بذلك يعني مين قال كده او يعني خلونا نعمل منقشة حوالين ده يعني ليه ثار الجدل بهذا الشكل حول هذه الصورة وليه الجدل والانتقادات يمكن ان توجه لسيدة منتقبة لمجرد انها بتشتغل في مجال التجميل والجمال هل في تناقض يعني تعالوا الناقش ده وبعدها هنناقش معاكم مشكلة الناس اللي ممكن تموت في صيدليات بسبب حقنة خاطئة اللي هي نفس المناقشة لكن مش عن الحقن الخاطئة فقط يعني ليه الناس بتذهب للصيدلية مناقشة مش هنمل منها ليه الناس بتكتفي بالذهاب للصيدلية فقط في اسباب معيشية الفواتير الباهزة بتاعة الاطباء فيقول لك والله انا هسأل الصيدلي وخلاص انا لسه هروح اكشف انا هقول للصيدلي انا عايز كذا ومش فاهم ايه عندي الام في جنبي مثلا عندي صداع في رأسي عندي الازن مسدودة يعني ويبتدي الناس يلجأون للصيدلية هل ده كمان في اسباب معيشية الفاتورة الباهزة للاطباء فيه كمان الاطباء يتهمون الصيدل والصيدلة يتهمون الاطباء مناقشة في غاية الاهمية هي متعلقة بحق المريض في النهاية انه يتعالج صح وانه ياخد الدواء صح هل ده بيحصل في مصر فيه مشاكل متعلقة بهذه القضية كمان الفنان الكبير احمد عدوية طب قبل ما نطلع فاصل لو نقدر